في أخت فاضلة بتقول وألحت في هذا السؤال الحقيقي بس يعني لتراكم وكثرة عدد الأسئلة مش لتجاهل ذلك الأمر هي بتقول إنه ما حكم الإنشاد الديني مسألة حكم الإنشاد الديني هي مسألة خاصة بما تقوله المرأة الإنشاد الديني إن أنا بقول مثلاً أناشيد بعينها مغنى وهذه الأناشيد أنا بقولها إما في مديح النبي عليه الصلاة والسلام أو في معاني طيبة وهي من الرقائق الطيبة اللي يعني بتغذي القلوب وفي نفس الوقت بصوت جميل ليس فيه يعني تمايل ولا تسني إنما هي تجود الصوت فيه بطريقة معينة لا بأس به طالما كانت الكلمة طيبة التي تقال أداء المؤدية التي تنشد هذه الأناشيد بطريقة يعني تتوافق مع الأحكام الشرعية المعروفة بألا يكون هناك تثني أو تميع في طريقة الإنشاد أو الإلقاء والله سبحانه وتعالى أمرنا بالقول بالمعروف فقال فلا تخضعنا بالقول يعني نهى عن قول وأمر بقول وقلنا قولاً معروفة فما أجمل إنه المرأة تتحرم تقول سواء في طريقة كلامها أو إلقائها أو إنشادها أو قراءتها لكتاب الله تلتزم بالضوابط الشرعية في طريقة الإلقاء في طريقة قراءة القرآن في طريقة الإنشاد الديني وإنها تراعي الكلمة تراعي طريقة الأداء كذلك تراعي الهيئة والمظهر الذي تظهر عليه إن كانت ستعمل بذلك الإنشاد الديني ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد